هي خمسين جنيه بس كده وهتفرز الخضار كله ان شاء الله بازن الله هتفرز الخضار للسنة كلها والشهر رمضان كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير النهاردة عندنا حلقة كوية جدا لتفرزات الخضار ازاي نقدر اللي احنا نفرز كل حاجة بقال الامكانيات وكمان هقولك ازاي تقعد معاك سنة كاملة في الفريزر من غير ما يحصل لها اي حاجة خالص التفرزات الصح اللي انت المفروض تمشي ورية فيها هتطلع معاك النتيجة مظبوطة ان شاء الله بازن الله هنسمي الله ونسلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ على طول اول حاجة معايا كمية حلوة من السبانخ والسبانخ الايام ديت بتكون حلوة جدا ويسعرها يعتبر مناسب جدا يعني على حسب المكان اللي هتجي بيها منه المستحبة علشان انت تفرزي خضار بسعر كويس لازم تروحي سوق يكون شعبي يعني ما تشتريش من خضر جنب البيت تمام كده هتلاقي الاسعار هناك رخيصة وتقدر اللي انت تجيبي الكمية اللي تنزب اول حاجة جبت كمية السبانخ وحطتها في الطبق وبدأت اللي انا اسيب عليها المية علشان خاطر انزل منها اي تراب او تينة موجودة جواه مستحب اللي انت تعملي الخطوة ديت وبعد كده تبدأ اللي انت تشيل المية وتصفيها من المية بتاعتها كويس جدا ما تنزلش المية وهي السبانخ محتوطة في الطبق شيل السبانخ من الطبق وبعد كده صف المية وخسليها مرة واثنين وتلاتة علشان خاطر تتأكد تماما اللي ما بقاش في تينة في الطبق او رمل او اي حاجة مش كويس وطبعا السبانخ من الخضار اللي يفضل اللي انت تخسليه الاول وبعد كده تقطعيه يعني ماينفعش اللي انت تقطعي السبانخ او الخضر الاول وبعد كده تخسليها الموضوع دوت مش حلو خالص ولو انت بتعمليه حاول تبطلي وسلنا السبانخ كويس جدا واخر مرة غسلناها بالخل وبعد كده شطفنوها سبتها تتصفق وتعالي نشوف هنعمل ايه في بقية الخضر معايا فلفل الوان والفلفل الوان حلو جدا لما تفرزيه لان ما بيبقاش موجود طول السنة ومعايا كمان بنجر اللي هو شامندر ومعايا لمون وهقولك النهاردة على شوية تكات ان شاء الله بإذن الله تطلعي بيهم مستفيدة كمان هنفرز مع بعض النهاردة البطاطا بطريقة جميلة جدا تقدر يطلعيها من الفريزر وتعملي طاجن بطاطا بيكون تعمه حلو جدا سبت الخضر ما نقوع في شوية مياه وقلت افرز معاكم السبانخ بعد ما تصفت جبت السبانخ وبادقت اللي انا قطعها بالشكل دوت كده قطعيها صغيرة شوية ولو حستي للموضوع معاكي مش تمام قوي تقدر يتعملي الحركة اللي انا هعملها دلوقتي بالشكل دوت كده هقطع كمية السبانخ كلها بنفس الطريقة وبنفس الشكل طبعا انتي لو مش حابة تستخدمي العرش بتاعت السبانخ او الورق بس برحتك بس هي كلها على بعضها بتكون جميلة طبعا السبانخ بيتحط لها كزبرة وبتحط لها الشبت طبعا هقطع برضو الكمية بتاعت الكزبرة وبتاعت الشبت كلها على بعضها بالشكل دوت انا خلصت كمية السبانخ كلها ما تستغربش من الكمية الكمية على فكرة صغيرة جدا يعني الكمية دي كلها تعمل اكلتين بس كده علشان خاطر السبانخ لما بتتحط على النار بتهبط وبتبقى مش حلو للناس اللي بتحب اللي هي الاول تقلب السبانخ بمادة دهنية على النار وتشوحها شوية نصحة مني ما تعملش كده بتضيعي كمية الفتامينات كلها اللي فيها والموضوع بيكون في الاخر مش لطيف قوي كمان الناس اللي بتسلق السبانخ برضو نصحة مني ما تعملش كده السبانخ ما بتسلقش يا جماعة ناس كتير قوي بتمسك السبانخ تسلقها وبتضيعي كل الفتامينات اللي فيها جوة مية السلي والمية في الاخر بتترمي لا اعمليها زي ما انا عملتها كده وطلعيها على حلة الصلصة على طول عملت الكيس الاولاني هعمل الكيس التاني وليه لابسك كيس لابسك كيس علشان خاطر كمية السبنخ كلها هتمسك في ايدي وهتهضري كمية كبيرة كده خلاص اهم حاجة في التفرزات اللي انت تصفي الخضار كويس جدا اللي انت تخرجي اي كمية هوى من الكيس كويس جدا 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 كده انا خلاص عملت كسين وطبعا تقدر تعملي الكمية اللي تنسبك وبالنسبة بقى لأسعار الخضار اللي الناس بتقول اللي هي عالية جدا ومش عارفين نفرز حاجة مش شرط تفرزي كل الخضار مع بعضه انت النهاردة في الاسبوع دوت نزلت لسوق لو جبتلك مثلا نوع واحد من نوع الخضار تقدر اللي انت تشيليه عندك وتفرزيه مش هتحس بالتكلفة اللي هي عالية عليك وهتلاقي كل حاجة بقت موجودة يعني لو عملت الرنج لنفسك مثلا خمسين جنيه ملهاش علاقة بمصروف البيت هي دي اللي انا هجيب بيها الخضار اللي انا هفرزه من وقت للتاني هتلاقي الموضوع بالنسبالك بقى سهل قوي مش لازم تروح تجيبي كل كمية الخضار مرة واحدة وتحس اللي انت دفعت مبلغ كبير هنا هنفرز مع بعض الفلفل الرومي الالوان بطريقتين الطريقة الاولانية طبعا انتوا شفتوني اللي انا نشفت الفلفل كويس جدا من اي نوع مية موجودة عليه علشان خاطر يكون معايا تمام وزي الفل بعد كده هفرزه بالطريقة دي كده اللي انا هقطعه شرايح ودية بستخدمها لايه بستخدمها للبيتزا او بستخدمها لاي حاجة هعملها على النار زي الشاورمة زي مثلا شاورمة الفراخ شاورمة اللحمة السجوء وهكذا تمام كده تمام هقطع الفلفل الاحمر والرومي بنفس الطريقة كده وبعد كده طبعا هو مفهوش ولا نقطة مية هبدأ اللي انا اشيله في الكيس انا كهبة بشيله كله مع بعضه في كيس واحد انت ممكن تشيليه على على اكيس الكيس على قد الكمية اللي انت محتاجاها وبس كده كده خلاص وتأكدت تماما اللي انا خرقت الهوى كويس جدا من الكيس تعالي بقى نفرز مع بعض الحاجة التانية الطريقة التانية للفلفل الالوان وتقدري كمان في الطريقة دي تدخلي معا فلفل اخضر بس طريقة الفلفل الاخضر ان شاء الله باذن الله هنفرز الفلفل الرومي والفلفل الحرق لوحديهم مع التفرزات اللي لسه هنعملها المرة الجاية باذن الله طبعا احنا فرزنا معاكم البسلة والجزر وكمان فرزت شوية خضار حلوين الفترة اللي فاتت والقلقاس والسلق والكلام ده كله لو انت ما تفرقتيش عليها سيبولك في اول كومنت مسبة تتفرجي عليه وهينفعك باذن الله هنا بقى هنا هضرب الفلفل كله في الكبق ايه ده هو انت هتعمليها ريسة فلفل احمر لا مش هعملها ريسة فلفل احمر انا هقطع الفلفل اكني مقطعها بالسكينة مكعبات زغيرة وهتشوفي معايا دلوقتي اهو بالشكل دوت كده طريقة عشوائية خالص مش شرط طريقة التقطيع يبقى كلها شبه بعض لان انت لو قعتي تعمليها بالسكينة هتعوضي ساعات كتير واحنا عايزين ننجز الوقت شوية كل الكيس هحط فيه الكمية اللي تناسبني الكمية اللي انا محتاجاها على قد الاكلة بالزبط انا حاولت على قد مادر اللي انا اواصطن الاكياس وحط الكمية اللي انا محتاجاها وبس كده في اكياس عادية خالص مش شرط الاكياس اللي انا عملت فيها لسبانخ في الاول طبعا الميا اللي بتنزل من تحت ديت في المطرح الفلفل الالوان دي طبعا مش هنستفيد بيها باي حاجة دي هنخلص منها لان دي هتجمد معايا في الفريزر وهتعمل الكيس عبارة عن تلجة كبيرة جدا ومش هتعرف اللي انت تتخلصي منها طول ما هي في الفريزر هعمل المرحلة التانية للفلفل وهتديله برضو ضربتين كده بالكبأ وخلاص على كده خلصت كده معايا كمية الفلفل كلها بمسك الكيس وابططه بالشكل دوت واروح مخرجة منه الهوى كويس جدا مش بربطه علشان خاطر ما يخدش معايا مساحة كبيرة في الفريزر وكده كده هو مفهوش اي سويل يعني مش هيخرج من الكيس اي حاجة لو ما ربطهوش مش هيحصل اي حاجة زي ما انا عامله وطبعا لو عايزة تربطيه براحتك ليه ببططه كده ببططه لحكتين او سببين السبب الاولاني اللي ما يخدش معايا مساحة في الفريزر السبب التاني لو انا مش محتاجة الكيس كله مرة واحدة بحاول اللي انا اكسره كده بايداية بيتكسر بكل سهولة وكمان باخد نصه واروح شايلة نصه في الفريزر تعالي بقى مع بعض انا نسيت اقولك احنا بنفرز الفلفل الالوان دوت ليه تحطيه بقى على الكبدة بتحطيه في تسبكة المحشي لحاجات كثيرة جدا والسجوق وطبعا اللحمة المفرومة المعصجة على حسب ايه منت عايز وطبعا طول ما انت في المطبخ طول ما انت هتطلعي لك افكار جديدة لاستخدام الفلفل الالوان اللي الولاد مش بيحبوه ومش هيبان في الاكل لكن الكيمة الغذائية هتبقى كويس نيجي بقى لتفرزات اللمون وتفرزات اللمون من اسهل التفرزات اللي ممكن تعمليها سهل جدا وبسيط وما بياخدش وقت خالص كمية اللمون اللي تنسبك هتيها وشيليها في الفريزر بعمل ايه بنشف اللمون كويس جدا بعد ما غسلته بحطه في الكيس واروح ربطه وشايله في الفريزر بس كده مفيش اي حاجة تاني الناس اللي بتقولي بيمرر وبيبقى مهري او عامل زي المسلوق كل دوت عشان بتطلعي تحطي جنبك على الرخامة وما بتستخدموش في وقتها انا خلاص نويت اللي انا اعمل صلطة يبقى انا هطلع اللمونة وقت ما انا هعمل الصلطة مش انا دخل المطبخ وعارفة لانا هعمل صلطة وبطلع اللحمة فاطلع اللمونة وانا بطلع اللحمة من الفريزر واللمونة تعد قدامي على الرخامة لمدة ساعة عبال ما خلص الاكل بتاعي طبعا اللمون هيكون بوز مش هيبقى تمام طلعيها وقت الاستعمال على طول الكوبة هي صغيرة فيها شوية مية سخنة وحط اللمونة عبال ما تقطعي الطماطم والفلفل هتلاقي اللمونة فكت معاك تعصريها وتستفيدي منها بس كده ده اللي اقدر اقولولك لتفريزات اللمونة تعالي معايا بقى نفرز مع بعض البانجر او الشاباندر البانجر والشاباندر حلوين جدا تقدر اللي انت تستفيدي بالموسم بتاحهم وتفرزيهم في الفريزر تخليهم في عصاير تدخليهم في الاكل في السلطات على حسب ما انت عايز غسلت البانجر كويس جدا وبعد كده نشفته كويس جدا جدا من المية وقشرته لو انت مش حابة تقشاريه خلص برحتك بس طبعا انا بحب اشاره عشان يكون سهل الاستعمال على طول جيت احطه في الكيس حساتي اللي هو مش هيبان معايا وهيتوه مني في الفريزر فجبت طبق وحطيته بالشكل دوت كده الكمية اللي معايا عملت معايا طبقين بستخدمه للسلطات وساعات لما بكون جايبة طماطم وعايزة اللي انا افرزها باخد منه وروح حط على الطماطم عشان يحمر اللون ويعل الكيمو الغذائي بستعمله كمان للعصاير بيكون تعمه حلو جدا لو انت عندك استخدام ليه تاني قوليلي في الكومنتات هكون سعيدة جدا بيك صليتي على الرسول طب يلا بسرعة صلي على الرسول واستغفري كتير وحميدي ربنا اكتر واكتر على كل حاجة الحمد لله تعالي بقى نشوف هنفرز مع بعض البطاطا والبطاطا اللي هي ما بتبقاش موجودة كتير بس تساعد بنشتق لها كده لطاج بطاطا كده بالمهلبية او طاج بطاطا بالبشاميل على حسب ما انت عايزة بس اللي انا بفرزها دي تقدر يتعاملها حلو وتقدر يتعاملها حادق بس انا بفرزها للحادق للحلو اسفل همسك بقى كمية البطاطا كلها طبعا الكمية اللي معايا مش كبيرة انا بحاول لانا افرز الحاجة اللي بنحبها بكمية اكبر الحاجة اللي ممكن استخدامها يكون خفيف قوي لها بكمية اقل بس تبقى موجودة عندي طول السنة تقريبا الكمية دي حوالي كده كيلو او اقل من كيلو قشرتها كويس جدا بعد ما غسلتها كويس جدا هبدأ اللي انا اشيري الاطراف بتاعتها وابدأ اللي انا اضطحها بالشكل دوت كده وهحطها بقى في الاطباق واشيلها في الفريزر طيب لما اجي اطلحها من الفريزر هعملها ازاي يهبا قوليلي برضو ان شاء الله باذن الله انا اعملها مع بعض وهقولك دلوقتي انا اعملها ازاي هتطلع الكمية اللي انت تنسبك على حسب الكيس اللي انت حطه في الفريزر انا هنا دول طلعوا معايا طبقين هطلع طبق احطه على النار مع نص كباية لبن مع شوية سكر وهسيبهم يعيشوا حياتهم على النار عايزة اقولك ما بتاخدش وقت خالص ويا دول بتطلعيها تهرسيها بالشوكة او تضربيها بالهند بلندر وبعد كده تعمل لها طبق مهلبية او بشامل لي يكون نسكر يعني مش حادق او كريمة على حسب اللي انت عايزاه او ممكن ما تعمل لاش اي حاجة خالص تحطي على وشها معلقتين اشتروا شوية مكسرات وتدخليهم الفرد ودوق يوكولي احلى طاج بطاطا تعموها حكاية كده خلاص خلصت الكمية كلها هقفلها كويس جدا بالستريتش ريب علشان خاطر اتأكد اللي كلها بقت مقفولة بالشكل دوت وطبعا نشفة جدا مفاش نقطة مية ولا اي حاجة قبل ما اقشرها كنت منشفها كويس جدا بالفوتة كده خلاص خلصنا التفرزات بتاعتنا كل سنة وانتم طيبين وبعود الايام ان شاء الله باذن الله نقص لنا حاجات بسيطة جدا هنفرزها الفترة اللي جاية مع بعض بافكار جديدة وحاجات تقدر اللي انت تستفيدي منها عملنا الفيديو اللي فات البسلة والفاصولية وشربة الخضار وعملنا الوقلقاس والسلق والمراضي عملنا السبانخ واللمون وفلفل الالوان والشمندر اللي هو البنجر والبطاطا وطبعا التفرزات اهم حاجة من اساسيات البيت اعمل اللي انت يسمحلك وعلى قد امكانياتك وميزانيتك وهتلاقي الموضوع معاك تمام وزي الفل بس كده خلاص اتمنى انتو الفيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسيش تحط اللايك بتاعك وتصلى على الرسول في الكمنتيات بحبكم في اللونة